أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تابعة لإيران تميع جريمة محاولة اغتيال الأمين العام لنقابة الصحفين اليمنيين الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفين العرب محمد شبيطة وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن ميليشيا الحوثي تبرر الجريمة بوقوع حادث عرضي أثناء تبادل إطلاق النار بين عناصرها وتمارس ضغوط على الصحفي شبيطة وأسرته لدفن الجريمة وتشدد إقراءات زيارته في المشفى الذي يتلقى فيه العلاج وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحرية الصحفة وفي مقدمتها لاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين باتخاذ موقف حازم إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية اشتركوا في القناة